السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي للجميع اعجبت لكم اخبار جديدة بخصوص ما يحدد على منصات التيك توك اه غدي نتكلم لكم على هاد المنصة اللي هي نموذج للمنصة الرقية واللي بسمينا نفسهم الفرسان وهم فعلا فرسان انا نقول لكم علاش اذا كنتم تطيقون في ما اقولي بطبيعة الحال فرسان لانهم اه فرسان بالاخلاقهم فرسان بتعاملهم الراقي مع الناس اللي شاركوا في المنصة فرسان بالمواضيع اللي طرقوا لها فرسان بالضيوف اللي شاركوا على منصتهم اه كان الموضوع للنقاش المغاربة بين النقد والانتقاد كان ضيوف اه ياسر نرجس اه شكري وناس اخرين اه يعني هو عضاء ميناء المجموعة والجنرال اللي هو ناشط على اه تويتر اكتر من التيك توك. الموضوع ديال النقاش كان بطبيعة الحلق اه كما نقول لكم في العنوان مغاربة بين النقد والانتقاد اللي تم فيه طرح مجموعة من الامور اللي يعني كتضر المغاربة وكتكتستفزهم خصوصا المنصات اللي تفتح على على اشخاص اخرين في منصة اخرى مثلا مشكلة ياسر مع الروكان اللي دائما ياسر يفتح منصته على موضوع وينوض الروكان يهزى ذاك اللايف ويبدأ ينتقدوا به. انا طرحت ايضا هاد المسألة وتكلمت على ياسر انه يورد خارج السير لانه كيطرح مواضيع مهمة جدا وانه كيحاول يترفع على هاد المشكل اللي كيحاول دائما الروكان يجروا لها. اما الروكان انا تكلمت على هاد الامر بانه اه في رحلة البحث عن الهوية لانه صراحة اه مازال ما شفت اه شي بريق امل في منصة الروكان اللي هي دائما تتكلم على المواضيع الجانبية والاساءة الى الاخرين في اي فرصة واذا ما كان شاد الفرصة يحاول يخلقها باي وجه كان. المهم اه نتمنى ان الروكان يكون ايضا هو اه من المترفعين ويحاول انه يستفد من النقط اللي تكلمنا فيها في المنصة لانه كان حاضر وكان كي يسمع. نتمنى انه ايضا يستفد من هذه الامور وما يبقاش شد في القضية الشخصة بينه وبينه ياسر ويحاول دائما انه موضوعه الاساسي يكون ياسر. بالنسبة لصاحب الجراد انا تكلمت عليه في المدخلة ديالي لانه تعرض للادية من من اشخاص اخرين حاولوا انهم يسيءوا ليه بطريقة اه خبيثة اه خصوصا انه يعني هو تكلم على موضوع يتعلق بالشأن الداخلي في المغرب. فااا شخص الاخر هزع داك الفيديو حط عليه واحد الرقم على انه اه صاحب الجراد يسترزق. انا من سمعت الكلام اللي قالوا صاحب الجراد في ذاك الفيديو جاني عادي ما فيه تشي حاجة اه تدل على ان السيد يعني بغي يسترزق او لان هذا الشخص اكتبه ذاك رقم ديت 3000 اورو على اسس انه ايضا بغي يستفد من المادية يعني اللي يجي من اه دول يعني دولة للجوار كما يحدث مع الاخوان اخرين او كما نسميهم يعني بالانفصاليين صاحب الجراد يعني صاحب منصة من ارقاء المنصة ايضا يتكلم في مواضيع متنوعة وعنده جمهور وعنده محبين اه الاستئاليه به هالطريقة سيئة جدا خصوصا من تشوفوا التعليقات ان الناس تكتب تما انه اغير الفيستة انه دار اه بغي يسترزق انه يعني الناس ولا تستقطب بطريقة غابية كيفاش انا منخلي المعنى اللي كانت قال في ذاك الفيديو ونمشي نقرأ فقط هذك الرقم اللي تحط ونطبقه على هذك السيد حشومة وعيب وعار اه هذي المدخلة اللي كانت عندي انا في المنصة بالاضافة الا ان الاخرين ايضا كانت مدخلتهم راقية جدا وخصوصا الجنرال اللي صراحان اوه جيبته بافكاري وانا من المتابعين له في منصة تويتر كان يعني اخ عبدالله نبوغ المغربي ايضا تكلم وتكلم في امور انها يعني لا اسس انه كاين الناس اللي بغين يجيشوا المنصة ديالهم وانهم يحاولوا انهم يكونوا ديكتاتوريين انا ارضيت لهذه المسألة بانه لا يوجد اي ديكتاتوريات والمنصات والدليل اني انا واحدة من الناس اللي اتابع الجميع واتحرك بحرية لا احدا يملي علي ما افعلوه يعني نمشي لمنصة اللي عجبتني ونتكلم في المواضيع اللي عجبتني ولكن شي امر يعني ما عجبنيش او ان شي حاجة حسيتها خارج الموضوع ما ندخلش ما نتابعش ما ما اعطيش الرأي ديالي وصافي وانسح بكل بساطة اه الاخوان والاخوات يعني المغاربة نتمنى انكم تكونوا اكتر وعي وانكم تعرفوا ان بعض الاجندات راها توقع يعني تحدث في المنصة المغربية من اجل جرنا الى فتنة بين المغاربة اللي اه تستعلي التفريق بيننا اكتر ما تجمعنا وهذه المسألة اه راها كثرت لدرجة فقط الحدود وفقط تصور كل يوم القو خلاف كل يوم القو مشكيلي نتمنى ان الاخوة المغاربة يترفعوا على المشاكل الجانبية كما يحاول ان يفعل ياسر والاخوان الاخرين من بينهم طبعا الرأي المغربي اه اما يعني بعض الاشخاص اللي كنت يعني كان احترمهم للاسف لقيتهم حتى هما طحوا في فخ لاستعلي بعضهم من البعض اه نتمنى انهم هما ايضا يتجاوزوا هذه المسألة يحاولوا يكونوا راقيين اكتر اه من يعني هاد شي اللي كنشوفوه حاليا يحاولوا انهم يفتحوا المواضيع اللي فعلا مهمة وحساسة مثل موضوع اللي فتحو يعني ياسر وتكلم فيه وكان لايف ناجح اه بكل المقاييس اه خصوصا قضية اه الشباب ديالنا اه في السعيدية اه منصة المغربية محتاجة الواحد لاعادة تأهيل صراحة وهد شي قلت انا على منصة الفرسان انه يجب ان ناخد لكل دي حقين حقه يعني اللي تمت الاساءاليه نوقفه معه ونساندو ونجيبو له حقه واللي يغلط ويسئل الاخوان الاخرين حتى هو يجبو يتحاسب باش هكده نخلقوا واحد لمجتمع متوازن يكون عندنا الحرية اننا نتحرقوا ايضا في المنصة المغربية بلا ما نتحرضوا للإساءة او الإهانة او التجييش او المعاملة يعني كأننا اطراف معركة خاصنا اما نوقفوا في الشمال او في الجنوب اه انا هذه حاجة نرفضها رفضا قاطعا وفعلا اه صراحة اننا ما قد نقول لكم واحد الكلمة انه حاولت نكون متواجدة على منصة الركان اكثر من مرة ولكن مواضيع اللي كنشوف ويطرحها والاسلوب كيفاش يتكلموا يعني كتخليني انفور من تلك المنصة نفورا اه يعني صراحة ما اعطانيش القدرة ان نكون متواجدة على تلك المنصة لا غالب يعني انا انسان متفهمة للجميع واحاول ان اجده يعني واحد نقطة الالتقاء مع الكثير من الاشخاص قدر المستطاع ولكن اني لما قدرش هما يستقطبوني بطريقة نقية طريقة محترمة بطريقة اللي تخليني نشد في هذيك المنصة ونحترمها فانا سانسحبوا منها فورا وهذا هو اللي كنديرو صراحة لهذا نتمنى من الاخوان المغاربة يكونوا اكتر وعي ويكونوا اكتر ديرايا واكتر تفاهم الاخواني من المغاربة لما نطول عليكم انتمنى عليكم التوفيق وارجو ان يعني التعليقات دي لكم تكون في الفيديو باش نعرف شنو هو النوع دي المنصة اللي كيعجبكم وهو شنو هي الملاحظات دي لكم على المنصة المغربية وشكرا اشتركوا في القناة